موسيقى تسبب لدى السيدة كثير من الأعراض منها طلبات الدورة الشهرية النزيف بتأثر على المريضة بشكل أنها بتضغط على المستقيم أو المتانة وبالتالي بتؤدي إلى الإمساك المزمن أو زياد عدم مرات التبول ممكن تؤدي إلى تأخر الإنجاب أو الإجهاض المتكرر أو الولادات المبكرة في الحقيقة فيه طرق كثيرة لعلاج الورم الليفي منها طرق المعروفة زي الجراحة التقمدية أو حالياً جراحات المناظير سواء من خلال البطن أو من خلال المهبل فيه علاج الهرموني وده بيتخذ لفترة معانا من الوقت ولكن بيعيبوا أن في معظم الأحوال لما السيدة تتوقف عن تناول العلاج الهرموني بيحدث اتداد للأعراض مرة أخرى وزيادة الحجم الورم مرة تانية فيه حديثاً علاج من خلال الأشعة تدخلية اللي هو حق الورم الليفي الأسطرة وده بيبقى أسطرة زي أسطرة القلب تدخل من شريان الفغد توصل لشريان رحم اليمين والشمال وبتحام حبيبات زي حبيبات الرمض بتسد الشرايين المغدية الورم الليفي وبالتالي بيحدث انتماش الورم الليفي تقريباً بمعدل 50% من حجمه بعد 6 شهر من الحق الحقيقة حتى ما بننتظرش الـ 6 شهر لحدوث اختفاء للأعراض لدى السيدة بل على العكس يمكن من خلال بعد أول أسبوع من الحق بتختفي الأعراض وخاصة الأعراض النزيف وبيحصل ضمور للورم الليفي مع الوقت وده بيحسن من الأعراض لدى السيدة على اختلافها سواء من ضغط على الأعضاء الأخرى أو النزيف أو في بعض الأحيان من تأخر الإنجاب أتمنى أن تكون معلومات دي معلومات مفيدة بالنسبة لكم وأتمنى إن شاء الله يكمل لنا نقاط تاني وشكراً جزيلاً